محامد شوبار المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية مرحبا أهلا وسهلا ساعة مبادرة القوى الوطنية الليبية شنية هي بداية تحية طيبة لأسرة القناة الحية ما خلالها طبعا كل المستمعين الكرام شكرا مبادرة القوى الوطنية مبادرة انطلقت في الربع الأخير من سنة 2015 انطلقت من أرضية كانت تبحث على وجود حل الأزمة السياسية في ليبيا طبعا انطلاقنا كان من الأرضية التي تتعلق بأنها ليبيا تحت طائلة الفصل السابع بالتالي الحل في ليبيا وحل الأزمة السياسية في ليبيا يختلف كثيرا عن كل المشاكل ربما التي تحدث في المنطقة أو في كل الدول التي حدثت في محيط ليبيا الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المجموعة الدولية وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كانت الفكرة الأساسية هو وجود وسيط ما بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطبعا رئيس مبادرة القوى الوطنية هذا الوسيط كان يتمثل في الشركات الكبرى العاملة في ليبيا قدمت مبادرة كان الهدف الرئيسي تحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيا نتكلم هنا اسم محمد شباش سياسيا هي متكونة من عدة أطياف من الطيرات السياسية في ليبيا تكلموا على مثلا فما فاهمنا الإسلاميين من النظام السابق من مقراب من خليفة حفتر أنا ذاك نتكلموا حتى عرفكم مستشو لكن لليوم ما زلت تركيبة هذه تركيبة قائمة بعض المستقلين أيضا ما زلت قائمة هذه تركيبة اليوم طبعا مبادرة القوى الوطنية الليبية كانت متركزة أساسا على الشخصيات الوطنية التي لم تتورط في القضايا الفساد لم تتورط في قضايا تتعلق بجلب الأجنبي وإدخالها إلى ليبيا هذا هو كان الركائز الأساسية والشخصيات الأساسية لهذه المبادرة أنا أريد فقط أن أتحدث عن الركائز الأساسية والأهداف الأساسية اللي كانت تسعى إليها المبادرة للقوى الوطنية وهو أن يكون هناك إجماع دولي حول هذه المبادرة بالتالي انطلقنا من خلال طبعا رئيس سيد رئيس مبادرة القوى الوطنية قد قدمت هذه المبادرة إلى شركات كبرى عاملة في ليبيا انتقلت هذه المبادرة إلى بعض المراكز البحثية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية تم مناقشتها وتم تحليلها وتم تعديلها في عديد من الجلسات انتقلت إلى دوائر أساسية في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا في الشقين سواء كان في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري انتقلت أيضا إلى دوائر أكبر وأصبحت اليوم في صيغة قانون وهو يتحدث عن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا انطلق أول مشروع للقانون في سنة 2017 وتم التصويت عليه طبعا في نهاية سنة 2020 من الكونغرس الأمريكي تم إقناع المجموعة الدولية وهذا ساهمت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بشكل كبير خصوصا للترسانة الدبلوماسية التي استخدمت سواء كان من خلال الضغط على الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي في ليبيا وقدرها طبعا خبراء الأمم المتحدة بحوالي أكثر من 13 دولة والآن أصبحت خارطة سياسية تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة نعم هذا هي الخارطة الأساسية طبعا قبل بداية المسارات هناك مسار بدأ في الأيام العشرة الأخيرة من أغسطس وتحديدا في 23 من أغسطس الماضي انطلقت ببيانين للسيد عقيلة صالح وطبعا للسيد فايز السراج وهذا طبعا كان برعاية أممية هذا كان من مساعي مبادرة القوى الوطنية الليبية؟ نعم نعم هي عبارة عن مساعي من موادرة القوى الوطنية الليبية طبعا تم دعمها ببيان من باتة الأمم المتحدة وشاهدنا يوم الثامن والعشرين هناك جلسة لمجلس الأمن كانت من أهم جلسات مجلس الأمن على الإطلاق فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية في ليبيا هناك توافق دولي كبير حول مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا وانطلقت من أربعة ركائز أساسية الركيز الأولى وهي مسألة وقف دائم لإطلاق النار الركيز الثانية فتح الحقول والمواني النفطية وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والصراعات العسكرية والأمنية وايضا حضر السلاح وخروج كافة المقاتلين والمرتزخة الأجانب اليوم على الميدان الاتفاق الروسي التركي بكل واحد مازل متمدرس بالمواقع اللي هي عنده مازلوا موجودين على الأرض في ليبيا انتم تعرفوا هذا وانو اتفاق ثنائي لوقف اطلق النار والحرب في ليبيا ايضا يعني هما اصبحوا اطراف داخل 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 ليبيا واليوم تطلع للمبادرة والتمشي اللي ترعاها الأمم المتحدة واللي تم الاتفاق وتصويت مؤخرا على المرور في قوله في غضون عشرة خمساشن يوم وعشرين يوم ستكون هناك مجلس رئاسي وحكومة حكومة جديدة هذا هذا ما وقع مؤخرا طبعا كل المسارات السابقة بعد طبعا تحقيق الأربع خطوات الأولى التي تحدثت عنها آنفا هناك اليوم مسار مهم وهو مسار يتعلق بمسار تعديل السلطة التنفيذية وبشقيها سواء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية باقي كل المسارات هي روافد من شأنها خلق بيئة جيدة لانطلاق حكومة الوحدة الوطنية هذه الحكومة ستكون حكومة قوية ستعمل على يعني منذ البداية على نقطتين مهمتين النقطة الأولى وهي جمع السلاح والنقطة الثانية وهي استرداد الأموال المسروق سواء كانت من أفراد أو من طبعا مجموعات كستروا وعاود جمع السلاح الموجود في كل أسقع ليبيا إعادة جمع تجميع السلاح طبعا عندما نتحدث عن مسألة جمع السلاح جمع السلاح من المدنيين والعسكريين أيضا من كل المناطق والمدن الليبية سواء كان في شرق ليبيا أو في غربها أو في جنوبها هذا طبعا هناك مساعدة ستكون من المجموعة الدولية هذا تعهدات تعهدت بها المجموعة الدولية سواء كان من قرارات مجلس الأمن من أهمها قرار خمسة عشرين عشرة هذا جانب والقانون تحقيق الاستقرار في ليبيا وهي تعني به ثلاثة وزارات مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية إذن نحن نتحدث عن مشروع كبير هذا المشروع الهدف منه هو مشروع اقتصادي ستصبح من خلال ليبيا أحد أقطاب النمو المهمة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا في منطقة المغرب الكبير وهذا سيتيح الحقيقة فرصة عمل لكل شباب المغرب الكبير خلال المرحلة القادمة وسيمثل دفعة قوية في مسألة إدارة عجلة التنمية في هذه المرحلة كنتم شاركين في التصويت واختيار تصويت في المبادرة الأممية اللي صارت في تصويت أول في تونس وما الآن صار تصويت آخر كنتم شاركين فيه كقوى مبادرة قوى الوطنية الليبيا؟ هناك بعض الشخصيات التي يمكن حسابها على التوجهات القوى الوطنية وليست لمبادرة القوى الوطنية حتى نكون واضحين بشكل كبير كان هدفنا الأساسي هو تحقيق هذا المشروع هو نجاح هذا المشروع الذي يحقق الاستقرار ويحقق التنمية ويحقق مشروع اقتصادي كبير تصبح ليبيا من خلاله أحد أقطاب النمو المهمة في هذه المنطقة خصوصا نحن نمر بتغيرات اقتصادية هائلة خصوصا سواء كان على مستوى الدول الخليج أو على مستوى طبعا دول خصوصا دول جنوب أوروبا نتيجة طبعا جاية حتى كورونا شو مش يصير الآن في ليبيا هل فم اتفاق على أسماء بعينها أو أنه مش تصير عملية التصويت هل عندكم مرشح هل هناك مرشح توافقي طبعا بدأ بالأمس فقط يعني تعبئة استمارات الترشيح التي طبعا نشرتها البعتة على كل أعضاء لجنة الـ 75 ستستمر إلى يوم الخميس القادم يوم 28 يناير بداية التصويت ستكون في جينيف هذا ما أدلت به البعتة اليوم من يوم الـ 1 فبراير إلى يوم الخامس من فبراير وبالتالي نحن نمضي سريع ونحن كمبادرة قوة وطنية رئيس وأعضاء ننظر إلى مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أنها أصبحت من الماضي يعني نحن خلاص موضوع التشكيل الحكومة أصبح أمر واقع اليوم وما نفكر فيه نحن كمبادرين هل بالفعل المنطقة المغرب الكبير وأيضا الشعب الليبي مستعدين إلى هذا المشروع نحن نتحدث عن شركات ضخمة ستستمر في ليبيا هذه الشركات يعني تملك من الأموال وتملك من العقول الفنية وتملك من المعرفة وتملك أيضا من نقل التكنولوجيا أنت تروج لمشروع سياسي الآن لا نحن نروج إلى مشروع مشروع أقتصادي لا تروج لمشروع سياسي اقتصادي واجتماعي وتنموي الهدف الرئيسي ليس مشروع سياسي وليس المشروع الهدف منه وصول أشخاص إلى السلطة هذا دائما نتحدث عنه منذ سنوات الهدف الرئيسي لأن هذه المبادرة الحقيقة كان ليس الهدف منها هو وصول طيف معين إلى السلطة بقدر ما يكون هذا المشروع هو حل لكل الأطياف في ليبيا سواء كان من النظام السابق أو النظام ما بعد سنة 2011 حجم المعاناة التي مر بها الليبيين من نتيجة التدخلات الخارجية وهذا ربما أحد الأشياء التي جعلت هذه المبادرة تنجح بشكل كبير علش قد كانك في مبادرة سياسية وفي عمل سياسي للوصول إلى السلطة هذي اللي تكلموا لي عندكم مرشح للرئاسة المجلة أو للمجلس الرئاسي طبعا إلى حد هذه اللحظة لم ندفع بأي مرشح إلى حد هذه اللحظة بالنسبة نحن كمبادرين عبد البسطش دائمي مثلا لا إلى حد هذه اللحظة لما لم نقدم أي استمارات وربما ترجعون حتى إلى ربما مش يكون هو المرشحكم في تقديم استمارات لا أعتقد إلى حد هذه اللحظة لا توجد عندي أي طبعا يعني معلومات حول هذه طبعا فمكلم على مساندة جهات لترشيح سيف الإسلام القذافي لمنصب في السلطة شو موقفكم؟ أعتقد أن السيد سيف الإسلام ربما النقطة التي تواجهها هو المشكلة أنه مازال مطلوب من محكمة الجينيات الدولية هذه أحد القضايا المهمة التي تواجه سيد سيف الإسلام الجانب الآخر وهو غايف الأهمية نحن اليوم لا ننظر من هو الذي سيتقلد المجلس الرئاسي أو من يتقلد رئيس الحكومة ولكن الاتفاق الذي تم مع المجموعة الدولية هو أن هناك مشروع اقتصادي مهم ستم التمهيد له لنقطتين وهي مسألة استرداد الأموال وأيضا طبعا جمع السلاح وهو البيئة الجيدة لانطلاق مشروع اقتصادي مهم إذا نجح ونتمنى أن ينجح المسار الأممي في أنه انتخاب رئيس حكومة ومجلس الرئاسي في بداية شهر فيفري هذا ما نتمنى إن شاء الله يصير التصويت والانتهاء من هذا الأمر تعرفوا مليح أنه غير ممكن أنجاز انتخابات في ديسمبر 2021 في نهاية هذا العام في شهر ديسمبر تعرفوا مليح أنه غير ممكن وخاصة تعرفوا أنه لا يمكن جمع السلاح في هذه المدة القصيرة لا يمكن جلب الأموال المنهوبة في هذه المدة القصيرة لا يمكن أنه كل ما تعد به اليوم أنه ترد الأجانب مثلا من ليبيا في هذه المدة القصيرة خاصة المرتزقة أو غيرها لموجودة في ليبيا والقوى الأجنبي إذن هذا غير ممكن في مدة قصيرة يبدو أنه من هو قادم إلى السلطة اليوم يعرف أنها ستكون مدة أطول من ثمانية أو تسعة أشهر يعني الكثير حقيقة وهذا من المتابعين سواء كان في داخل ليبة أو في خارجها تحدثوا عن هذه النقطة بالذات لأنه بالفعل كان من الممكن الإعلان على الحكومة ربما في منتصف أو بداية ديسمبر الماضي حدث تعثر هذا تعثر ليس في داخل أروقة الحوار السياسي المبرن في تونس وإنما هناك طبعا بعض المعالجات تتعلق بالطراف الدولية وخصوصا الدول الدائمة العضوية التي تم الحقيقة حل حالتها خلال الأسابيع الماضية هذا جانب الجانب الآخر دعنا نتحدث عن مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب هناك قرار لمجلس الأمن يتم نقشته قبل حوالي أكثر من أربعة أيام وأعتقد أن مجلس الأمن ماضي في مسألة فرض عقوبات كبرى على كل المرتزقة والمقاتلين أنا ما قلت سي محمد شبار باسمه بدل القوى الوطنية أنه ليبيا أنه المدة هذه المتبقية حتى أنت خبيط القادم مش ممكن فيها إنجاز مرض كبرى وعود كبرى وجلب الأموال المنهوبة لتطلب سنوات وسنوات حتى يتم جلبها البرنامج اللي تقدمه لنتو حتى بارشة أخرين يتكلموا فيه في ليبيا أنه ينظروا أنه عنده تولي الحكم في هذه المرحلة مش تكون ممكن مدة سنوات معناها في الحكم سنتين أو ثلاثة أو حتى أكثر حتى تصير انتخابات الانتخابات المفترضة تصير في ديسوان بالقاتل أي انتخابات قادمة يجب أن لا يكون هناك سلاح منتشر حتى بالفعل لا تصبح العملية الانتخابية عملية عباثية كما حدث الحقيقة في السنوات الماضية يجب أن لا يكون هناك مال فاسد حتى لا يتم شراء ذمم أصوات الناس وبالتالي نحن نبحث عن أسس بالفعل ترجعنا أسس حقيقية ترجعنا إلى العمل الديمقراطي إلى العمل الدستوري إلى العمل الانتخابي نحن لا نريد أن تكون أي عملية انتخابية وهذا حدث حقيقة في كثير من الدول العربية التي تم فيها للأسف شراء الأصوات وشراء ذمم الناس وبالتالي لا تعبر هذه العملية الانتخابية عن إرادة الشعب وبالتالي تنعكس الحقيقة سلبا على كل العمليات العمل السياسي في كل الدول نحن نريد بالفعل أن نؤسس لدولة ديمقراطية يمكن من خلالها بالفعل العودة إلى العملية الديمقراطية بشكل نظيف وبشكل يلبي كل طموحات الشعب منكم التوفيق كل الإخوة الليبيين شاء الله يعود للاستقرار والاستثمار والاستقرار خاصة والأمن في ليبيا لكل إخوة الليبيين شكرا جزيلا محمد شبار المتحدث الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية اللي بي مجدد طبعا شكري لكم وكانت حوار شيء وإن شاء الله نتمنى ومن خلال هذا المشروع يحقق الأمل لكل الشعبين الليبي والشعب التونسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالتوقا شكرا جزيلا الشعب التونسي